حاجاتين كام واحد فينا خبط في الحيط زي ما يتقل كده لبس في الحيط بسبب اعلانات وهمية حاجات يطلب انه مثلا يشتريها بناء على اعلان موجود على شاشة من الشاشات وبعد ما يدفع الفلوس بخ شاف اعلان على السوشيال ميديا بعت لهم الفلوس عشان يوصلوله الحاجة بخ حد تم يعني العبث بطموحاته وباحلامه عبر برضو اعلانات وهمية وبخ من ضمن الحاجات ومن اخرها على سبيل المثال رصد وزارة السياحة والاثار لاعلانات وهمية بتعمل ايه بقى شوف هنا بقى المصيبة الكبرى التسويق هنا بقى انا مش بيتكلم على حلم ولا طموحات برجوازية ولا اشتري بضاء لا ده انا راجل عايز اروح ازور بيت ربنا عايز اروح احج فيتم استغلال ناس بتحلم باداء الفريضة يعني حلمها اداء الفريضة ممكن يكون عاش عمره كله عمال يحوش عشان اداء هذه الفريضة واللي ربنا وصفها بما نستطاع اليها سبيلا تيجي بقى شركات تقوم بالتسويق لرحلات حج مباشر هنا بتقال لها الحج من غير القرع للي عنده تأشيرة لزيارة المملكة العربية السعودية فرق كبير ما بين تأشيرة المملكة ان انت رايح المملكة العربية السعودية وما بين ان انت عندك تأشيرة حج يعني لو عندك التأشيرة بتاعت المملكة هتقدر تروح كل المملكة الا مكة والمدينة ما ينفعش ممنوع طب ولو عملت كده هتتعرض للعقوبة طبعا طبعا على حسب ما بيقره قانون المملكة العربية السعودية فيه لست من العقوبات على اي شكل من اشكال التهرب التسلل الى اخير فوزارة السياحة بتأكد بتقول يا جماعة دي اعلانات مضللة ده كذب دي اعلانات وهمية لانه تأشيرة الزيارة ملهاش علاقة خالص باداء مناسج فريضة الحج واللي اكد الكلام تاني يا فندم ادخل على الموقع بتاع وزارة الحج السعودي وزارة الحج والعمرة وزارة الحج والعمرة في السعودية بيقولوا يا جماعة عندهم منشور واضح على مواقع التواصل موجود هذا الكلام على موقعهم خلونا ناخد معنا على التليفون استاذة ساميا سامي رئيس الادارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والاثار اهلا بيك يا فندم اهلا بيك استاذ يوتر ازاي الصحة كله تمام الحمد لله يا فندم هي وصلت لدرجة انه ناس تعمل اعلانات علشان الحج وفي الاخر خلاص يعملوا فيهم عاوزين يهربوهم يعني ولا عاوزين يعملوا ايه لا هم صفحات هي من الشركات للعلم ما هي من الشركات مقيدة بالتأكيد طبعا اشخاص بيروجوا الحج ده بيقولوا انهم يقدروا يكدوك ذيارة عن طريق الرياض عن طريق اي مدينة اخرى غير طبعا جدة ومكة والمدينة وبيقولوا ان هم عندهم الصلاحية دي ان هم اقدروا ينظاموا الرحلة مدينات وطبعا اللي بيتوجه ليهم هم مفيش اصلا مقرات ليهم معظمهم مفيش مقرات احنا عندنا سريق عمل مختص بيرصد الزوهر دي وبننصق معالجات الشرطية كلها مباحث الانترنت ومباحث الشركات وشرطة السياحة وبنتوجه للاماكن دي وبنزر لها قرارات بنغلقها وبنحيل بعضها للنيابة العامة فالناس عندها سرق كتيرة جدا لانها تتواصل معنا باكتر من طريقة على سن تتأكد هل الاعلان ده من شركة ولا من حاجة كيان وهمي وسائل التواصل ساعتنا موجودة القرط الساخن وموقع الوزارة نفط الموقع الالكتروني بيقدروا يدخلوا يكتبوا اسم الشركة لو ما ظهرت يبقى الشركة دي وهمية يدخلوا يتواصلوا معنا غير ان احنا طبعا الرزب اللي احنا عاملين والنيابة العامة تبقى عارفة ان الحج في مصر بتنظمه الجهات الرسمية فقط اي حاجة تانية هي حاجة وهمية وحيتعرض الحج للنظم وللأسف السعودية بتاخد اجراءات قوية لانها فعلا بسعودية بتبدل مجودات رهيبة جدا في تنظيم الحج والحج بيطلع بشكل منظم وعالي الترتيب جدا فاحنا مش عايدين برضو نفيق للتنفيذ ده ولا حد مننا يتعرض لأي مخالفة هناك يبقى شكلنا احنا كلنا بس لهم اصلا هي حاجتين الحقيقة ما ظنش ان ليها تالت اول حاجة انه احنا بنتكلم على حد عاوز يعمل حج فهل ينفع اعمل تحايل في اداء الفريضة يعني هكذب عشان اقضي الفريضة او حاول اتسلل عشان اقضي فريضة دي غريبة جدا ما برضو فاندم ما فيش حد يعني ايه للدرجات دي سيزج انا لما اجي اقول لك هطلعك الحج بس عن طريق التأشير العادية بتاعة المملكة فهتنزل في مطار الرياض بضل مطار جدا واحنا هنعرف ندخلك بتبقى باينة اوها فمش صح انه حد يعني يمشي في السكة دي الحاجة التانية بنتكلم على دولة في الحالة دي المملكة العربية السعودية لديها منظومة قوانين وقواعد حقهم ان احنا نلتزم بهذه المنظومة من القوانين والقواعد زي منح حق ان الناس لما تجيلي تلتزم بمنظومة القوانين والقواعد المعمول بها في بلادي واظن طبعا هم بيبذلوا فعلا جهود رهيبة جدا في التنظيم ده صحيح ده صحيح مية في المية فطب لو انا لقيت اعلان زي كده على السوشيال ميديا هتواصل بقى مع الوزارة عن طريق ايميل ولا في حاجة زي تشات بوت اقدر هتواصل عليه فبقول له مثلا شركة كذا فهيرد علي الشات بوت هو حاليا في الخط الساخن وفي موقع الادارة المركزية للشركات اول ما بيكتب الاسم ده بيظهر اذا كان شركة او مش شركة فنحن اولى بها زي ما بيت قال تمام اشكرك اشكرك يا فندم كل الشكر لك يا فندم كل الشكر الاستاذة سامي يا سامي رئيس الادارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والاثار حضرتك اول ما تلاقي الاعلان شاكك مش شاكك بعد اذنك تواصل على طول مع الوزارة هيقولولك الشركة دي في التمام الشركة دي مش في التمام طيب